ماذا يعني؟ سابقا نزلت فيديو قصيرة عن هذا الموضوع بس حاب شوي احكي عنه اكتر و احكي عنه في فيديوهات قادمة. بشكل بسيط. كيف يمكننا نعمل الابليكيشنز اوكي? هاي الابليكيشن شاجبتي هو الاقل المدبر الها. اوكي? طيب. خلينا نحكي شوية بالالفين و تمانية طلع اول اندرويد فون. طبعا? هلا بالالفين ثلاثة و عشرين ما في بزنس غير عندهم موبايل ما في حاجة غير بحكي انه عندهم موبايل ومليان ناس مطورين موبايل. يعني انا احد المطورين اللي بلشت اندرويد. طيب. اه شاجبتي طلع هاي السنة. اوكي? عمله اشي حلو. عمله انه الموديل اللي نصنع عليه شاجبتي انه موجود لكل العالم ويمكانك تكتب له وهاي يطلع لك طبعا ما تحلم انه هاي من اول مرة تطلع لك كويسة لانك بقدرت تستعمل اشي اسمه وبرومت انجينيرينك وبرومت انجينيرينك مرضو حكيت عنها في فيديو سابق بتفهمك كيف انك انت ايش اه ضلك تعمل اه ضلك توكتو برومت يعني وتعمل اتريت اتريشن لهاي اللي برومت حتى تطلع لبرومت الصحيحة لطلع لك الرزلت اللي بدك ياه. اوكي? طيب. حطها يا عدنة. هلأ شاجبتي باست ابليكيشنز. يعني هلأ لو حكينا مثلا بدنا نسمع اي تطبيق بس التطبيق هاد شاجبتي هو اللي يصير يغذي المعلومات بتاعتها. يعني انا ما راح اشرح لكم من بعيد انا راح اشرح لكم على تطبيق انا صنعته. التطبيق بكل بساطة اللي صنعته هو تطبيق اسمه كيتو اكسبرت. اوكي? هلأ الناس اللي بتتبعوا حمية الكيتو هي بسيطة هي عبارة عن حمية ما تاكل كاربز فيها. تمام? ما تاكل كاربوهايدرات. اوكي? وشجر وهاي بتبحث لك شوي عن جوجل. بتبحث لك شوي من هون. طبعا انا لما بحث عن هاي الحمية واتبعتها الحمد لله ومن احسان اللي اكمل كيلو. اه شاجبتي صراحة هو اللي علمني اياها. لان انا مش فاضي اروح اسأل و اروح اعمل و اروح على خبير تغذية. لا خلاص. وهلا اصلا صارت المصدر المعلومات انا. طيب. كيف ممكن نعمل تطبيق كيتو اكسبرت. تمام? هلأ قبل وبعد شاجبتي. خلنا نفكر. هلأ قبل شاجبتي بدك تروح تنزل ستاتيك داتا. صح? شو هم الالاود فيجتابلز. شو هم الالاود فروتز. ما ايش اللي لازم تاكله. ايش اللي مش لازم تاكله. تحطو. عشان الناس بصير تنزل الكيتو اكسبرت تقرأ. وخلاص. المعلومة هاي خلصها. ما رح يطروا يرجعوا يفتحوا الابليكيشن تعالي. فما في داعي حتى تعمل الابليكيشن انت نزله بوسط وخلاص. او عمله فيديو. صح? طيب كيف شاجبتي رح يخلي هادا الابليكيشن سفاح. بكل بساطة وهي التطبيق ان شاء الله قريبا رح انزله. او ممكن يكون نازل لمحذرة هات الفيديو. انه انا مثلا بجيب شاجبتي بغطيه برسونا بقوله انت هلا اه خبير تغذية. اوكي? والناس بدوا يسألك اسئلة كيتو جاوبهم. اوكي? فبخلي انا اه بصدع شات وباجي بحكيلو. اوكي? يلا. لليوزر اسأل شاجبتي عن الكيتو. يعني احد الشغلات اللي انا كنت استفيد منها مثلا اه بعد ما تقرأ عن الكاربس بتصير تحرف انها مثلا البطاطا الروز النودلز هيكلها كاربس ممنوع تأكلها. طيب هذيك المرة هي كنت افكر طب بزبط اكل زبدة? بحرفش. فعشان اضطر اهرف بدي اروح افتح الكمبيوتر واسأل مثلا بزبط اكل زبدة او افتح جوجل ويطلع. هلا مع كيتو اكسبرت السريع بسأل على الشات. كنائي ايت بوتر بريكسابر وبعد عشيبتين شاب بدي رجاء لكيس او نو. فهمت كيف? فهذا صار هذا الابليكيشن قوي انه في عقل رح يفهم سؤالك ويجاوبه. وهذا العقل هلا صار متخصص بس في الكيتو. تجد تحكي طب واحد مجي يمكن يعمل لك هاد. ويجي يسأله اسألة تانية. بقول له عادي. انا مبرمج. بعرف كيف اوقفه. وقل له يا معلم انت عم تحكي خطأ. يعني انت عم تسأل الكيتو اكسبرت اسئلة تانية ماش المفروض تسأله. فيعني مثلا ات ايش اسأله سؤال سياسي مالوش علقة في الكيتو. بحكي لاشي عاجبتي انه مثلا ما جاوب هاي الاسئلة. اي سؤال غير عن الكيتو رجع ارور. اذا رجع ارور بس لوجيك. بعطيه مثلا تلاتي ارور. اذا شفته الزنمي مش راضي يحترم حاله بعمل له دي سايبل بقول له كونتاك ديفلوبرس. اوكي. راي حلينا وضوع الهاكينج للناس اللي لازم ينطوا راح يهكروك. وبس بيركزوا على الهاكر وابصر شو وبرحوش بعمل اشو في حياتهم. فتسمعوا لهم اشي. اوكي. طيب. فعلق. قدرنا باستخدام شات جبتي. نحول تطبيق بسيط. يعني سرعة الكلمة تافه. استاتيك. كل معلمات او فيديو. ممكن يغطيه لتطبيق فعلا الناس يحتاجوه خصوصا اللي بيستخدم ايش اللي بتابع الحمية دائما. طيب. افكار تاني ممكن نحطها في التطبيق. اعطيني فكرة لأعمل فطور هلأ. اعطيني فكرة لأعمل لانش. دينار. ايش يعني هل اكل مايونيز? هل اكل بطاطا? قديش اشرب مي في اليوم? ايش نصاحك عن الكيتو. وكي ضل لك مثلا الواحد يسأل. فهاي الشغلات بتخلي الابليكيشن. يعني من ابليكيشن بسيط. ممكن ما حد يستخدمه. الابليكيشن كل الناس اللي بتحتاجوا لهاي الدايات انهم ما يستخدمه. فهذه هي الشات جبتي بيست ابليكيشن. الحلو في الموضوع انه انا حاليا بلشت في هذا الشيء. وحاليا رح بلش علم الطلاب او الناس او اي حتى مهتم كيف يبني شهر جبتي بيست ابليكيشن. يعني حابل بتعلم هذا الاشي تابعني او رسلني على الانكدين وانا ان شاء الله بعلمك كيف تعمل هاي الشغلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.